قالت وكالة الفضاء المصري أنها تنفذ حالياً مشروع قمر صناعي لقياس خصائص البلازما في طبقة الأينوفورم من المقرر إطلاقها نهاية عام عشرين ثلاثة وعشرين وقال رئيس مجموعة التصوير الفضائي والمشرف على المشروع بالوكالة أيمن محمود أنه سيتم خلال فعليات مؤتمر المناخ القادم كوب 27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم تقديم عرض تفصيلي لمشروع القمر الصناعي لدوره الهام في رصد تأسيرات التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية حيث تلعب تكنولوجيا الفضاء دوراً أساسياً في مكافحة تلك التغيرات محل اهتمام العالم